اشتركوا في القناة قدر بني قريدة واثاره على سير الغزوة اللي قلون بني قريدة بجير دي بقلد ودي باتفاق وليا اتيام حلو هدي يعني الاتفاق لنا ايوم ولا قلد لنا ايوم تلمو ولا تلمونا ايوم ولا خيانتهم لو دوا دي بمعركات مئة اثر ودا ومئة اشكال خلقه دي بلت حلقات الله قلون بله خيانت لنا يوم كمسالة اباي ومسالة عدولة وغرب عدولة من دات اعمرو اقل اشكال اقلدو وكفقبات دي بس تمعركات مئة سببو دي بلت اتهاقيتو قدر بني قريدة واثاره على سير الغزوة وكانت قريدة في احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذكره فجاء حيي ابن اخطب سيد ابن النظير اثناء هذه القزوة الى كعب بن اسد سيد بني قريدة فحسن له القدر واغراه على نقد الاحد فنقد كعب الاحد وقام الى جانب قريش والمشركين يهود بن قريدة يهود بن النظير اتفقوا ورؤوا من قلهم بن النظير ما اتأكد قلهم بن قريدة يتوحيي بن اخطب يتوحيي من ناسها ذات منوجها ناي بن النظير على عندما اتأكد قللي كعب بن اسد قلهم بن يقريدة قلوا قلوا اقنعي يعني اسألي وقلوا اللا تبين لي وتمام اتفقوا بها كمسل قل لاحد ولا قلت لما سرسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي املها لقل لعب طوره وقل لي خينه كمسل لا اتفقوا وكانت قريدة في جنوب المدينة والمسلمون في شمالها ولم يكن من يحول بين قريدة وبين النساء المسلمين وذاريهم فكان الخطر عليهم شديدا وبالق الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل مسلم بن أسلم في مائتين وزيد بن حارثة في ثلاثمائة لحراسة ذلال المسلمين وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في رجال من الأنصار يستجلون له الخبر فوجدوا اليهود على أخبث ما يكونون فقد جاهروا بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله لا أحد بيننا وبين محمد ولا عقد فرجعوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدل وقارة القبيلتين يعني أن قريدة على قدر كقدر عدل وقارة بأصحاب الرجاء لهم أصحاب الرجاء العشرة اللي أخذوهم مشاهم يعلموهم كما بهم لقدروا عاسم بن ثابت العلدي بهم لجمعات لصحابة القاتلوهم ديلاك كمسالي هوم قلنا أقدروا بوتوهم بألو وكمسالي اللي باتفاوشو والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قل مي اللهم بني قريدة ديب جنوب علو والهم ديب شمال علو وطوالق يسوكا اللهم بني قريدة يعني يقل لا من قرران دم أطاو قل إزو با أنسام مسلمين وبا جانيتهم وكدر لأ قل ملا صبر المجاهدين قلهم كلهم قدم ديب الدفاع اللي بعلو ولقطر يعني يعني لأفره با النبي صلى الله عليه وسلم اللي صحابي مسلمة بني أسلم ودي دي مائتين نفر وزيد بني حارس عندنا نساء اللهم لأكاديبهم وصعد بني معاز وسعد بني عبادة ومجموعة اللي قل سو لا خبر عمطه وقل له يهود بيلوهم يا أخي اللي انتم ودول اللي يكون مكادي من قاش دي مسلم لكن هتوم بيلو حين خلاص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أحد ألبنا وذمات ألبنا وقلات ألبنا بيلو وتعايروا وحين يقول نعضر البكمت وإلي بيلو ولا عداوات ولا فتنات أظهروا ولا أحد له أفرصة ولا أحد الوادي أمع له إله نعضعوا واتفطنا الناس فاشتد خوفهم كما قال الله تعالى وإذا قتل الأبصار بلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله تظنون هناك أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة ونجم النفاق حتى قال بعضهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز الكسرة يعني خلاص النفاق بدأ وكذا من المنافقين صرم بدأنا بدير من الحفن من كسرة من الحفرة يبقى نكسرة والحمرة والشام واليمن وإلي بالمعنى النبي صلى الله عليه وسلم وكما ليقى بيكم لسخرت من دببطة لمنات من دبطة لنونكم صرف أقرامنا مباشر يوم ومار أيوم إلي كل اللي نات على كما حسط وإلي تو إلي اللي ندل مننا على يوم بلد يقونا وإليهم مطاونا واخر رأس قال تعود تديبهم تديبهم مسلمين وكل تديهم مطاوهم إن دبع لولا المنافقين شوية إرجاف وخذلان وإلي ودو يعدنا أن نأكل كسرة وقيسر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى القائد وقال أخرون ما وعدنا الله ورسوله الله قرورا وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وأراد فريق منهم الفرارة فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا محتالين إن بيوتنا عورة وما هي أبي عورة اللهم هين اللي صروا اللي آيات كاريت دي بوم صروا يعني بيوتنا أبياتنا وجنيتنا وقال رانا مكشوفت وقالوا ومفر وكذا وانا أقبل وقالوا بيوتهم يعني وقال قزلان وقال نفاق وقال لجبن لأتوا دي بوم قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلقه قدرهم فتقنع بالثوب والضجع ومكث هكذا طويلا ثم نهد وقال الله أكبر وبشر المؤمنين وبشر المسلمين بالفتح والنصر النبي صلى الله عليه وسلم لخبركم صلى الله عليه وسلم أطوبهم صحابات لهم أكا و اللهم صبق قدروا لأحد لنا يوم لكم صلى الله عليه وسلم قروب أكرره ولا بساش ويقين تقاتل الله ودى وأكرره خرور على النبي صلى الله عليه وسلم مسافة أنها ثم قانتك بلا الله أكبر بشروا مؤمنين مسلمين بشروا مفتح وابن سر بلا وأراد أن يرسل إلى عيين بن حصن ليسالحه على ثلث ثمار المدينة وينسحب هو بقطفان فأبا فأبا سيد سيد الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بيالله يا أخي اللي عيين بن حصين بيأسئوله بيلوه وإحنا الثمار لنهيبكة بيلوه لكن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيداء الأنصار قلهم أبوك وقال كنا نحن هؤلاء على الشرك ولم يطعموا أن يأكلوا منها ثمرا فحين أكرمنا الله بالإسلام وعزنا بك نعطيه أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف فصوب رأيهما النبي صلى الله عليه وسلم قما في دي بشورة وديب دموقراطيات وديب تواضع وقال لعلى أصحابه رأيه بيلوه من قبي نسيب على على طول رأيه مناسب قوم نقبي لا لا إن دي بيل رأيه طابقوا تفرد بمعلاني النبي الله صلى الله عليه وسلم بيلوه بديل حنا وطوم دي بشورو كنده اللينا مسل حبات نس أمنا نتعملنا على يوم حنا دي بإسلام وإيمانها وربنا وربنا بكاء وأكرميننا نس أمنا والله نس أمنا مبلسيف لنا سأل والنبي صلى الله عليه وسلم لرأيهم بو نساء لحلقة اللي دي بلان تي تليت اللي لأسر لنا يوم كفو قدره ولا قدر لنا يوم دي ومعركة وتحولات كفو حص لدي وزع زعات فنجي لمسلمين نفسهم لمنافقين لعلو ولسابتين والنبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خلاص مدايا قدح لاني بتحدي بمدينة وكل اللي سبب لهم لأحد لنقضوتهم ولا قلد لأفرسو ولا قلد لنقضو اللي بني قريزة ليهود مسلحهم من ده تحالفو واحد من ده قنعو بني الندير وبني قريزة دي بل لقن كلستو إن شاء الله الحلقات تتمثلها ليه تخاذ الأطراف ونهاية القزوة دي بلقن تهجيتو أزغلها مباطح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة